في خمسينيات القرن الماضي قررت السلطات تشيلية بناء منطقة صناعية على خليج سياحي مطل على المحيط الهادئ ومنذ ذلك الوقت يتنشق سكان كوينتيرو وبوتشونكافي لانبعاثات الصادرة من أربع محطات طاقة تعمل بالفحم ومصاف النفط الخام والنحاس ويتنفس سكان منطقة تشيرنبيل تشيلية المتمثلة بمدينتي كوينتيرو وبوتشونكافي الواقعتين على جانبي المنطقة الصناعية التي كانت ذات يوم موقعا مثاليا للصيد والزراعة على مسافة 120 كم من سانتياغو الغازات السامة المنبعثة من مداخل المحطات الموجودة بالنسبة إلى جرينبيس فإن الوضع أسوأ مما كان عليه في تشيرنبيل بعد الحادث النووي العام 1986 لأنه هنا لم يحصل التلوث بسبب حادث بل بسبب المنشآت التي تعمل يوميا وتتسبب في تلوث مستمر وفق القاضية ستيفانيا جونزاليس منصقة الحملة في هذه المنظمة غير الحكومية ترجمة نانسي قنقر